يا مرحبا اهلا وسهلا فيكم في سيتي سكايلين المرة الماضي سوينا هاي وهاي بعدها لنكسنها اشياء بس انا كنت فاهم شي غلط هذك تفاهمنا غلط هذة بنهدم الويست بروسسنج بلانت شو يسوي يرسل شاحنات لمصانع عادة التدوير والقمامة يشل منهم ويسوي لهم بروسس يعني يشل الجاربج والقمامة اللي يسكن من هاي الزبالة ويبه هني ويحرقها ويحول هالأشياء ثانية يطلع منها بردكتس هني فاللي انا كنت اشوي غلط ان انا كنت احس بان هذا ما يقدر مكتوب كان نت كله جاربج ديريكتلي ما يقدر يشلج بأح الزبالة على طول من وين من المدينة فبالتالي لازم ازيد شوفوا ها 15 شغال الحين هذا اللي بيسوي هو بيرسل سياراته لمنه لباقي اماكن عادة التدوير يشل منهم ميبهم هني فله السبب كان عندي مشكلة خمامة هني شوي وما عندي منتجات هني ما عندي منتجات هني مشكلة هذا ميب كارغو عرفتو كارغو ميب فهاي مشكلة ثانية نزيل لكن معادة ذلك مفروض تكون الامور الحين طيبة الحين في زحمة عندي تخلي الكارغو ما يوصل سواء عليت يعني معظم الزحمة هني شوي القطار نفسه انه قطار وايد الناس ما شاء الله قاعيون الجامعة شاخبارها والله الجامعة اخبارها طيبة بس يبال نكبرها هاي خبر الجامعة نقضي وقت شوي اليوم نكبر الجامعة نفكر انه محتاج الناس متعلمين اشوفها شغالة الحين نايس اذا بغيت بزيد واحد ثاني هنا يقدر يروح او عنده صناعية ثاني مكان في ناس زعلان اني حاط على فكرة المزارة عند المعادن بس انا نشوفها عادي يعني منطقة صناعية ككل يعني هناك المزارة صناعية فيكون عادي احس بصراحة نزيل خلنا نشوف الحين اذا انا بيبعد الامور التعليم اول شي خلنا نزيد الجامعة شوي الجامعة فتحث لنا اشياء ترى بس يعني انا اللي حين ما اشتغلت عليها هنزين اول شي فتح لنا هذا الفونتن او الشلال اللي موجود وراه بيكون حاليا وراه شو حلاني بحدي اغتمع وراه المبناء الرئيسي اماكن للناس ولا للطلاب بالاحرى يتمشون فيها ونحنا محتاجين متنزهلات فاقلنا لكم الجامعة ما عادت بس مجرد مكان سيتحطي تفتر وتحطي قلم وتطالع المدرس لا هذا هو سلوب حياة اذا انت طالف الجامعة الحين اعتقد انها هاي سلوب حياتك وانتبه لأسلوب حياتك لانها راح يأثر على مستخبلك وايد فرق العلم المخة عضلة فلازم تبدأ تمرن عضلة مخك الجامعة تسوي لك هالشي اعتقد بعضنا من البداية ما مننا فايدة الدراسة لكن الدراسة من اشياء المهمة اللي للأسف نحن اجبرنا عليها ومتعلمنا قيمتها من زين نقدر نحطي حمامات حكم خارجية بس ليش باقدري بمنطقة الحديقة عادي ترى مش مش قضية بس من زين وعندنا اللي هو شو كافتيريا كافتيريا يعني مطعم مطعم نحطيه في الحديقة عند الحديقة شو رايكم ولا نقدر نخليه هني المطعم شوفوا صار عندنا مطعم المطعم هذا خليه سمنتي كامل مطعم في باركنات بس كيف يبركنون هني هذا السؤال ما بحدي باركنات أنا مابا بس في حد بي بيت خل في النص الحديقة أنا متأكد بيبركن دائما تستويها السؤال فهذا خلنا خليه مكان اسمنتي ثلو الحين حفظتوا لما كان تغيير الألوان ما بينهم يعطيهم طابع جميل بأساس الكافتيريا ما تزعج عندنا الناس اللي هني أدري فيه ناس يحمي الطاني تقول خليه في مشاريع مش مكتملة شو السالفة مشاريع كلها بتكتمل مع الوقت مع الوقت في الحين خليه نحطي البشز الصغار حولي المكان هذا والله هذا مكان يقول لي وين الشير العودة هاي حطي حبة حبة هني يمكن تشوفونا غير منطقي لكن أشوفه راح يعطي طابع جميل للمكان شوي مكان شوي مضغوط يكون حلو يعني هذا مفروض يكون مكان مركزي للطلاب لكن لكن أبقى تمركز لأن الجامعة راح تمتد على الأغلب بالطريقة هاي هني سأحاول دراسة تعتبر وظيفة ما يقدر الضغط اللي على الطالب الطالب ما يقدر أهمية وظيفة هاي زين تنشع عندنا مشاكل هنزين أبا أحطي هني داخل 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 دكاكين صغور أن هذا استوى حرم جامعي لحظة مش هني شو رايكم هني كان هني هل ننشل مربع صغير هرا حجم يفرق من حجم الحجم زين وبشوف مكان حق الطلاب هني يصغيرون وأبا أحطي دكاكين صغار هني آخر شي أنا أقول سلوب حياة فلازم يكونتي طريقة هاي هني مو مشكلة هني أظني نسوي الحركة السحرية مو أن نحطي جموعة أشجار زروعة أعرف أقدر أستعمل لكن ما أبا حيأخذ وقت لكن في نهاية اليوم أكليم بيطلع فضل ونحط الشيار هني ونحط هني ير الطلاب يون يتمشون مكان أخضر جميل حلو مرتب حسنا حسنا بل مستشون طالبة لا يركب ولا مكان نحطي فونتن هني بس مش في حديقة بعد بس وايد عودة هذي مش حديقة فعليا مكان دراسة خارجية مكان الدراسة الخارجية بحطي بالعكس شوفوا شوفوا السهم الأخضر ما بحطي داخل بحطي بالعكس بحطي واحد ثلاثة يمكن كم يزيدنا في التراكتفنس هذا مش يذكر خلنا نشوف انا بحطي ثلاثة هني على طول مكان بحطي واحد على يمين وابا واحد وين في وسطن بالطريقة هاي الحين عندما مرات جاملية خلاصة ايه نفسه ما الثاني تراه ما في فرق يعني حطي بالطريقة هذي حطي بالطريقة هاي اه حطي لنا ممشا بالطريقة هذي واحد اهني واحد اهني ونحطي عند هذا اللي نخطي بالذات نروح عند الشارع ممرمشة نحطي ممرمشة لطلب اوكي الحين صار عندنا أماكن دراسة خارجية احبه شو راي كنتي داخل لا لا داخل بتي بالعيد خلك في مكانك حاليا بعد خلنا شوي لك نكتة افضل جي ندق بندق وانا ضغط شفت كليك 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 كنترول ات بقول هذا الحين في نكتة توصل يعني ما بين هذا وهي الاردي فيها شعر وايد ما اظني اقب اضيف الشجرة الصراحة بس اردي 43 طالب 38 طالب كل واحد شو المتين واربع وثمانين طالب على فكرة الاتراكتب نفس اردي وصل عندي خلص يعني سنة الاكاديمية بتخلص بفتح فروع لالاسمة بفتح لي مباني يديدة للجامعة مكتبة اشياء ارتكلاب بس الحين يعني لنا استيعابية الجامعة كم بتحات عندي مكتوب 5000 لكن عندي 1200 طالب عليك ياه وايد اشياء تلعب دول منو الناس يقدرون ينصرون الجامعة منو ما يقدرون ينصرون بس الناحية البحر هذي راح نعبيها بالطريقة هاي اشياء يعني اذا كان فيه ممشى من بعد الجامعة لك تقولكم عنه الليلة هني اضيف عليه خدمات بيكون شي ثاني هاي المشكلتها ما تشوون علامة الزرقه هاي مجموعة اشياء اول شي هذي خدمة الزبالة ما اتصل لهم ها كم يستعمل هني اربع يستعمل هني خمسة يستعمل هني صفر قاعد يستعمل سبا لكم انا اخاف انه هاذي يستعمل كل التركس وخليل وفروض يا اخي وصلوني بس يمكن في زحمة في الطريق صيب في زحمة في الطريق مشكلة حينه اضيف واحدة وحطيها في apareل بس ممكن انحركها شوي زليش يوم بنيت وحدة ديدي على طول كم حبة طلبة اتمنى انك متغطون بدل هذا بسوي مشكلة إذا حطي محطة تجميع الخمام وهي مصيبة بس هذا أكثر شيء فعال عفكرة فعليا فشو بسوي بجرد بحطي بشوف مستوى الاستياء إذا واي تزاد بشلي عقب لانا محتاج شيء أرخص وعملي أكثر الصراحة اوكي هني بيرفكت عطيهم فخراق بعض ما ما تفرق يعني أنا بالنسبة لهذا الطف فراحتين هو سوى حجاز يعني حاجز جداري بروحها نزيل آه إلا راح يتعبون عادي ليس لانه الى هنا تكلمنا عنه رحيب من عنده بس حاليا محتاجين بس ميزانية حك تنظيف هايلا الزبالة اللي هني هاي هاي مش طبيعية ومش قاعدين ينضفون هاترا هاي مشكلة مصيبة هاي هتخلي الناس تطلع ريحة تطلع مدرشة تطلع عالمة تموت فيه الناس تنفر ريحة ما عرف أنا ما سمعت بها الشي لكن مفروض يعني مفروض لانه الوضع ولا لي يعني بالنسبة لهم بس ما عرف غير الشارع اللي على الكورنيش كامل من شير الى شي ثاني مش متأكد الصراحة بتريع عليها مشوي دقائق لانه شكله ما بيون قريب مشكلة تقولوا ما عندنا اشياء بس لازم اغير شارع الكورنيش شارع الكورنيش اذا دقيت بيكسر الدنيا شوي بيكسر انا متأكد في مكان ما كان بيكسر اشياء نفس الممر هذا مرة طلاب شكرا بس اه ما قام ينفع الشارع خلنا نسيب لازم تكلو جن ما يكسر شي ان شاء الله خطي رجعت طبيعي مع الباسات مرة تتشفر اشياء شوي خلنا نسوي شارع الكورنيش كامل الى شارع اربع دينات لان ما بي ما بيمشي الوضع بالطريقة هاي بيمشون في حضن الشارع فكرة مفروض من الباس الثاني يتعدل خلنا رجل انتي كلوجين مفروض مني باس ثاني الحين تعدل صبر ايوه راح انل علامات الحين كورنيش مفروض يكون وسيع سيارات بدون اي مشاكل سيارات الهدمات عندها اكسس دايركت للشارع على فكرة الحين هذا مفروض يحللنا ويد مشاكل اول شي سرعت الشارع على الغل مغيرها لحظة خمسين بخليها ستين ممكن اخليه ثماني بعد اكدر بس هذا بيخلي الناس يستعمل الشوارع اكثر ثم عدل سرعة الشارع تعرفوا الناس تمشي على سرعة الشارع في الالعاب قصدي يعني مشكلة دايما خلونا مشكلة نترو لازم شفت بس ضغط شفت فيه شغل الحين مفروض هذا يخلي استعمال اكبر للشارع هذا سابسي المشكلة ثانية في الجسر هذا لانه اذا استوى شارع سالك الناس بتستعمله معرفتو نزيل الحين شكليا 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 تغطية مفروض تكون افضل بما انه غيرنا الشارع عني عند الدوار شفت كنترول كليك اوكي اوه يا نظريا انت هاي ما تكفي نظريا اهدا قاررني على فكرة نظريا ما تكفي شوفوا انتو هاي المرحلة اللي ترفع الضغط هنا هنا فهني بسوي مكان على الكرنش ما مشى بس هنا ما بقى سوي مكان بقى سوي هالمكان ليش هني طلع مو عندهم شي يبيعونه ها مشكلتي انا ولا استيراد التصدير انت قولوا لي ها شارع ها شارع هو حي مرة واحدة فخلنا نزيد شرعت هذا الجسر عساس ما نقتل ذاك الشارع ها ردي ستين محطي سبعين سبعين وفوع الدوار ما عليه نزيل ها عساس ما نقتل الشارع الثاني الناس بعدها تستعمل الشارعين نزيل خلنا نشوف خلنا نشوف سيارة شو لتي هنا انا ما ظني منعت اي شي ما منعت بعد يروح ولا يرجع بس 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 المكان راح يهدمون يوصلون يوصلون هذي التغطية هاي موجودة ها موجودة لين هني ستمنل el بتبا لكم تعالوا مهم طاف انا ما بترا اياه ميون اللي اخبار الجامعة عملنا اي اي اذا الف وميتين يوصلون واف Reece تراكتفنس تسعمية اووووه هل نرجع للمناطق السكانية اللي هني هنزين الآن بنحتاج منطقة نسكن فيها عدد من الناس هني نحنا كنا نستعملها حق عماير فاللي أفكر أسويه أزيد كمية العماير وزيد الشارع هني ووصله بحده يعني هذا شارع أربع سيدات على ما أذكر بني بلين هني هذا بيتحول لنفس القياس ولا أخليه كبير فكليا أفضل هلو أي بلست شوارع سوي حق هذا أفضل صح طريقة هاي وني بال روتول اللي هو الدوار مشكلة هني نحن نتعدى على الصناعية فهذا بتكون آخر منطقة السكانية ممكن نسويها صح نظريا أيوة نظريا نزيل هني بالثلاش شوارع ثري لين هاي وي دقون درب دون على الراوند باوت ميكر وبنكبر هذا الدوار على متزايد على الكيبور لأنه فيه فيه ناس ترا ما تعرف الاختصارات خلنا مسكها النقطة هاي اللي تحت نزيل الدوار الحين هالنقطة اللي تحت أبو أنزلها للصناعية يعني خلني بهني ني بالراوند تول ني بالأربع شوارع نزلها لوين الصناعية لا مش في الطريقة هاي عادة الطريقة ابدا مش في سلوب حضاري اخي سلوب حضاري ابدا نكبر هذا في سلوب شوي حضاري اكثر نحظة نكبر البروش الطريقة هاي ايوة افضل وايد الحين صار عندنا منفذ زياد شوفوا منافذ الصناعية دائما اللي سوينا هني خفز زحمة هني نظرينا الحين مفروض يخفز زحمة ومفروض الناس بدأت تستعمل مش انه يمكن وهي ولا هني منطقة تجارية يمكن خلنا موصل الشوارع الرئيسية اللي كان هذا بعدنا من التزمين في سستم المربعات ترى هو سستم جميل اذا عرفت زينونا شوي مش سيئ ترى يعني مثلا هني مش مربعات ابدا هني عندنا تضاريس محطة قطرات الى اخر الى اخر الى اخر عنا سكة بس يعني الاماكن السيدة افضل اسويها شو الطريقة هاي انزين الحين هاي منطقة رح تكون بحد ذاتها منطقة بحد ذاتها لها منافذها الخاصة فبسوي عالية العمل فيها هاي وحدة هاي هاي لو ملاحظين كل اربع شوارع هين ولا ننزين ولكن ما بسو كل اربع شوارع خلنا نسوي ما حشيش لا بسوي اربع شوارع بتشوف تأثير الاربع شوارع على منطقات عماير ضخمة بطريقة هاي بسوي بالطريقة هي وي وي لو ما الاكثر لحظة خلنا نكسر هذا عين نزين بكسر هذا واصل الجهة الثانية مرة بالطريقة هاي بسوي بيها كلها مربعات من مربعات الحين هذي مفروض تخدم خلس بيها مبطول شوي مربعات يعني بس مش لازم نفس الشكل مية في مية هذو خلي اوسع شوي واحد اتنين ثلاثة هذا بعد خلنا السكرة ونفس الشي بيروح نفس الشي بطول هني طريقة هاي ذكر المنطقة ما يفي ما يما فيه بنحطي لهم الخدمات البنية التحتية الهي والماء والمجاري وغيره زين بنبدأ بشي ثاني بس اول شي بسوي اساس انه اضمن المكان ينبني ببني منطقة عماير على الجوانب الخارجية وبني عماير على المنطقة الداخلية حين قلت لكم هاي وحدة من المناطق اللي ما فيها بيكون وايد اشياء عرفتوا؟ نزيل بنبني هني مركز شرطة لانهني مو عندهم شي عرفتوا مركز شرطة عود بنبني مستشفى مكبرة هاي توصل هناك هاي توصل هناك بنحطي هاي هني بنحطي السيموتوريوم سوفيش يركب هني يركب بس في اخلاقها يعني لا اوكي اوكي لا مش اوكي اعطي ورا بنحطي باركنات صغيرة هني اوكي بنحطي مستشفى كبير يركب هني بنحطي مركز مطافي طريقة هاي بنيب عندنا شير ايهو هذا طريقة هاي وخلنا نحطي بس خطوط للباركن لانه هذا الحين الترتيب يبالي شوية تكتكة الطيب باركنات وايد هاي منين هني حق خلنا نحطي باركنين في بعض حق الشكلية من بعيد ويخرب شكلة بس يمكن يتم ضايق النواي معنا ما ظن بيضايق نواي عطي خطين شوارع هني وهذا بيوفرنا الخدمات ولا البنية التحتية للمكان بس ليش هذا ما عنده مو مفروض عنده مو هذا الحين راح يوفرنا خدمات اللي موجودة في المنطقة هاي شوفوا بعد مصنع الستيل كيف يفلوسها خدمات بس مش معناه انا راح اقتل الموضوع يعني شلال ليالي طيب الطريقة هاي اني بشير ماله وين سوري اول شي نبنى بني ممشى اوه لا هل ممشى تعبون وممشى نفس الحديقة طيب الطريقة هاي بسط والحين نقدر ان يبشير من عنده طريقة هاي على قل يكون فيه مدخل يعني حلو يعني مش يمي برمي سيدة بعد صبر هاي شي بيقر شوي صبر صبر ستني بالشارع هني هني بهذا هني اوكي الحين احسن هن تدخلون سيدة على المدينة هاي ولا القسم هذا يعني النوعا ما جيد هني اذا قدرت بحطي حديقة يابانية او يابانية لا يابانية ما يتحطينا منها نحطي نوع عديد من في عنا وفي عنا وانا قدر طبعا والله ها شكله زين لانا بيركب فت اتشوف شكله هاي شكله حلو بركب شير مش بركب عفوا بنزرع شير عسال فت بنركب للمتعودين نحن كلك كلك اتشارة اخيرة في الوسط هذا الداونتون ولا سنتر والله حلو سنتر صراحتا حلو صراحتا جميل دكاكين من ناحية اخرى بتكون عند دكاكين هني دكاكين هني البيوت راح يكونوا بالطريقة هاي الوسط صفت دكاكين بعد دكاكين هني بيوت هني وباقي البيوت بتكون بيوت عادية بالطريقة هاي بس هني شو بسوي هني بحطي مدارس فنية نحن ما حطينا كماني تسكول للحين مدرسي ميسار ثانوية ثانوية عندنا عندنا تغطية للمكان صح تغطية كافية ما ادري كافية وغير كافية الابتدائية بعد عندنا تغطية ويت افضل احطي مدرسة وحدة المدرسة هاي اه ما عندها ثلاث صح اذكرت والشارع هذا بنطلع من باركنات بالتجاه المعاكس بعد نفس ما طلعنا من هناك ثماني في اثنين فاركن ترسين وغيرة وليش تري سيارات كهرباء على فاركن واصحاب الحمام اللي ساهم عسى ربي يحفظكم نزين ونسوي بالطريقة هاي نزين الحين هني ممكن نسوي اشياء ثانية يعني قول شي شير 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 من اهم الشياء عندي انا بستوي شير فهل السلسة بالطريقة هاي بس اه لا ممكن اصير اي بش وارع شوفها الحين مرحلة تزينية المرحلة خطيرة جدا نزين شارع من هني طريقة هاي عساس الناس تمشي من الباركن للمدرسة او العكس يعني نحب الطريقة هاي وعندنا ممشا للباركن نزين وهذا المكان قابل قابل للزون يعني احطي مش عمارة مش احط دكاكين هني احط هني مجموعة بيوت لاني مستوي ما بالمنطقة صح نزيل احط هني بيوت هاي بحط هني بيوت هني بخلي فاضي في شير اوكي هاي الناس مستنسة طبعا اكيد بيوت جميلة عايشين شوفوا هذي مدرسة تنوي عنا تغطية مفروض نكون اوكي مع الوضع ما احس انه مفروض يكون عنا المتطلبات الضخمة بس نسو الحين وصرة مدينة ترى ثلاثة واربعين الف ساكن ترى مش شوي عبدا مش شوي مما يعني مفروض هالها هاي ما يكون بروح مفروض تطلع نقطة ثانية من مثلا هالهايوي اذا اشتريه وطلع نقطة ثانية تروح من الصناعية للهايوي الثاني فالمدينة تكون وصل طبعا اذا امتدين بما فيه الكفاية نوصل لازم نطلع نقطة ثالثة نحن واحد من اسباب الزحم ان عنا هايوي واحد وهالهايوي نفس محتاج تزيين على فكرة هالهايوي محتاج تزيين والفواصل يمكن يمكن نبدأ في شغل على مشروع هني الهايوي ولا حديقة الشارع العام اللي توصل ما بين التجاهين هذا بشوف انا بعدين هاي شوي نسوي هاك فلوس ما بين المناطق انتو بس لو تشتغلون مثل العالم والناس والله حرام فيكم الرواتب كان الناس مرتاحة ما كان هني كل زبايل والله يعني اه 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 هاي بالا شوف تحت الجسر كان نفس الشي اخي هو ني ترى نزيل المهم نشوف كم في الحق القادم على خير ان شاء الله والسلام عليك ورحمة الله وبركاته